الوطن المشكلة سرقت الأغطية الفلدية والحديدية المخصصة للبالوعات من قبل بعض الانتهازيين بغرض بيعها لتجار الخردوات لإعادة رسكلتها تفاصيل الموضوع مع والد مهاجي شهدت العديد من الشوارع عبر مختلف البلديات حالة اختفاء أغطية البالوعات ومجار تصريف المياه بصورة منظمة وتدريجية فعل أذار اصطياء مستعملي الطريق وحتى السكان عدنا الوغارات مفتوحين يروحوا دريري يتعوى الجامعة يروح يصلوا الشوخة يطرحون دخل الوغارات منها ما فهمناش علا اللغطة تيها مقامة كاشخوي تخاف دريري صغير يطرحوا فيهم بروبلمات دريري صغير يطرحوا فيهم بل كتونة وبيلتح فيها أنا دوكة بسيباش خرش منها لو كم يعاونوني شي ناس ما نخرش منها إماجيني تلتح فيها في الليل ولا كده ما كاشي ليعاونك ما كاشي يخرجها معك ظاهرة اختفاء أغضية البالوعات أو بالأحرى سرقتها من قبل مجهولي الهوية الذين يرجح أن يكونوا من المختصين في جمع الخردوات وبيعها دون مراعاة النتائج السلبية التي يسببونها قضية سرقة البالوعات والظاهرة وطنية يعني جميع بلدية دخلها 1541 بلدية معظم الأحياء التي وحنصيبوا سرقة البالوعات وهذه الظاهرة أنا مش أطفالهم يديروها إنسان آدولت يعرف صلاحه باش يديها باش يبيحها مثل من زاهد هي الخرانية لذا فالوار كان بزاف لديمونسيون كانت عن طرونت كارونت سواسونت أفالوار الخرانية طرونت سور طرونت تدير من 600 حتى 800 تارك وأسافه 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 يخلي الفالوار فارسك الفائدة تحق فائدة ليه ومواليه خاصة تلاميذ المدرسة اللي ما يشوفوه سورتو في الشتارة دلمك دايون تعمر بالماء ما رحش يشوف الأفالوار بالمشي منحها طيح يطيح الأطفال سوف يدير نتايا الأذى اللي يديرتم سبب الأذى للأطفال الشيوخ النيساء للنسان الحوامل قاعد رح تأذي المجتمع على جل سرقة أفالوار تعوالو انتشار سرقة أغطيات البالوعات وغيرها من الأشياء راجع لغياب قوانين تنظم النشاط التجاري وهو ما سهم في استفحال تجارة الخردوات بطريقة غير شرعية اشتركوا في القناة